سعادة جدا معنا أحد الشباب الوعادين ساز مينا حنين أهلا بك مينا أهلا بك مينا مينا طبعا أنت من الشباب النجحين جدا واللامعين المصريين اللي احنا دايما نفتخر بهم كلمني إزاي شفت النهاردة اليوم والحضور واستقبال طبعا سعاد السفير وحرموا دينا أولا شكرا جدا لسعاد السفير وحرموا مدام دينا تكا واتفور ديس ترماندوس يعني استقبال جميل جدا شفنا النهاردة كتير من الجالية المصرية من ممثلين من السفارات المختلفة الدول العربية والدول الأجنبية برضو النهاردة بنحتفل بمئة سنة تعاون ديبلوماسي ما بين مصر وأمريكا وسعاد السفير أبدأ المشاعر الطيبات جهة الولايات المتحدة الأمريكية وعمق العلاقات السياسية ما بين البلدين كانت حاجة حلوة جدا وخلال الفترة اللي فيها السفير يعني شفنا بس مش اهتمام بمصريين الكبر ولكن الشباب الجيل الثاني والثالث سعاد السفير بيهتم أوي بيهم فدي حاجة شرف لنا انحنا نكون هنا النهاردة طبعا احنا بنشكر طبعا سعاد السفير جدا على اهتمامه بالشباب واكشلي بكل المصريين المتوجدين مهتم جدا ان هو يتعرف عليهم ويسمع مشاكلهم ويحل مشاكلهم احنا بنشكره جدا عايزة رسالة منك لكل شاب عايز يكتهد وينجح وحاس ان الحلم ممكن يكون فيه تشالنج شوية التشالنج لابد منه للنجاح ولكن المهم ان الواحد يعدي التشالنج ده يعدي بالارادة وبالصبر الواحد لازم يبقى صبور النجاح مش بيحصل في يوم وليلة ولكن بيحصل في فترة طويلة ولكن هنا بلد فرص وهنا في مجتمع كبير الناس بتهتم بهم فيستغل الفرص اللي حاوله ويحاول يتواصله مع الناس تجنيستمار بقى بالزبط كده شكرا جدا شكرا جدا